مضامين طائفية تستوطن كليات ومعاهد التعليم العالي تشير الوثائق إلى أن الميليشيا عكست إرثها الفكري في امتحانات الطالبة وأوردت عبارات ذات بعد طائفي كما هي أسئلة الطالبة في كلية المجتمع للعلوم الصحية والتي تضمنت سؤالاً له علاقة بتاريخ اليمن وجمعة رجب ودخول علي بن أبي طالب بحسب متابعين فإن الإرث الطائفي لميليشيا الحوثي اللافتة الجديدة للإمامة لم يقتصر على التوغل في ذهنية العوام في مناطق سيطرة الميليشيا بل وصل الأمر إلى الضرب على العظام إذا ما تعلق الأمر باستهداف البنية التعليمية الجامعية وفق الوثائق والدلائل واللحظة الراهنة للتعليم العالي منهج العلوم الإنسانية المتعلقة بالثقافة الوطنية والتاريخ والثقافة الإسلامية باتت منصة لتمرير الأفكار الحوثية التي تتكون من خليط الفكر الإمامي السلالي والفكر الخميني الطائفي المتمثل في إرث الولي الفقيه واستحضار المستنقع التاريخي المليء بالعنف السياسي من الغدير إلى كربلاء استحدثت الميليشيا مواد جديدة تتحدث من خارج المنهج التعليمي تحمل مضامنا ذات صيلة بالميليشيا الحوثية وجعلت مواد إلزامية ضمن المقرر الجامعي وعهد في تدريسها إلى أكاديميين موالين للميليشيا وضمن جناحها في الجامعات وشملت أوراق الامتحانات أسئلة لها علاقة بالمدخلات الطائفية الجديدة أربع سنوات من التجريف الممنهج للعملية التعليمية منذ اللحظات الأولى لانقلاب الميليشيا في العام 2014 إلى السيطرة على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية لتتحول لاحقا إلى مساحة لنشر الإرث السلاليك الطائفي عبر الأنشطة والبرامج الموجهة للطلبة هذا المسلك الحوثي اضطر عددا من أساتذة الجامعات تحت سيطرة الميليشيا إلى تقديم إجازات مفتوحة بينما هاجر معظم الكوادر الأكاديمية واستمر البعض في مقاومة هذا المسلك تحت لافتة البقاء في صنعاء ولو عظم الخطر يعيش أكاديمي الجامعات أوضاعا صعبة في ظل انقطاع الرواتب وشهدت الأشهر الأخيرة وفاة العديد من الأكاديميين آخرهم رئيس قسم الآثار بجامعة صنعاء الدكتور عبدالغني علي الذي توفي بعد أن عاجز عن شراء أدوية السكر التي يتناولها بشكل منتظم منذ سنوات ترجمة نانسي قنقر